وصلنا لآخر بانيل موجود عنا وصلنا لحتى نحكي عن تجربة لفتاتين مميزات وهن موجودين أيضاً اليوم موجودين معانا وهن شاركوا بمؤتمر بكندا وومن ديليفر هن ياسمين العمري وديانا موجودين ياسمين وديانا نعم، أرجوك، على مستيج يمسوهم وريدنا المايكروفون الثاني هاي المايكروفون أنا عم بحكي مع حالي ديانا إسحاقات إذن وياسمين العمري أهلا وسهلا بكم ياسمين وديانا ارتاحوا وعدوا برحيتكم زبطوا الكراسي زي ما بدكم وكمان بحب أطلب بس منكم تيجوا لقدام مش حلو مناظر الكراسي الفاضية لازم أحكي لكم أغشي لكم هاد الغشة فأربوا بس لقدام عشان الكراسي الفاضية ما تكون فاضية الشباب، الصبايا أربوا في كرسي فاضي هون تعالوا اعدوا أيوا برافو شباب بس من غير ما سيفنا بيوقع على الكرسي يال احنا آخر ساشن عندنا زحقتكم اليوم صح؟ نصبها عادي نصبها عادي نصبه عادي ياسمين العمري إنجنتي يقف من تلك المسيطة أولا تتحدثنا ما تقف في ice أكدا اتفضلوك بالبداية يأتيك ألف عفو على الاستضافة بشغالي حسنا نضبط ببداية تينكيو على الاستضافة لا الصوت ومسموع صوت تجربت بأي بعتك لي لأزيار هيك سامعين لذن تولي واحد نه ثلاث واحد نه ثلاث أوكي واضح الصوت تمام أوكي ببداية أعطيك لعافي تينكيو على الاستضافة يعني مش مسموع مش مسموع هيت لا يزعني هيك يعني لا يسمين حيبتي بداية أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بنا نبدأ من أول بجديد أهلا وسهلا فيك ياسمين تعرفينا على نفسك تحكي لنا رحلتك متى بدأت إلى كندا تمام أنا بالبداية ياسمين العمري كملت ماجستير علوم حاسوب في جامعة العلم والتكنولوجيا الأردنية وكملت مكادورة علوم حاسوب في جامعة اليارموك وحاليا بشتغل ريسيرش اسيستنس في اليونسكو يناتت نيشنز إدوكيشن سيانتفيك أدكيشن بداية طبعا حاليا أنا كنت دائما بشترك المجال التطوير المرأة من المشاركة الاجتماعيين طبعا الفرصة التلاسة في كندا في مشاركة في برنامج Women Deliver Young Leaders Program والمتمر يكون بنتها هي حلال نهاية برنامج وفعليا مش كنت أنا مشاركة ونذهب إلى كندا أو أي دولة فعليا بكون برنامج وننطق المحاضرات ونطق المحاضرات ونطق المحاضر طبعا بعدما الأشخاص تتأهر وينجاب كل الاستشكل ومشاركة للمتمر وطبعا بداية كيف كانت مشاركة للمتمر كانوا طبعا نازم لينك وهذا المتمر وقد قد كل ثلاث سنوات مرة يعني مش انو كم سنة بصير انا اول سنة كان في 2007 في لندن في 2010 صار في واشنطن في 2013 وطوار في ماليزيا قبل ثلاث سيوى صار في الجنمار وحاليا هذا المتمر وحاليا هذا المتمر وحاليا هذا المتمر نعقد هاي سنة في بانكوبور المترجم للقناة 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 من خصص نجاحي فردية أكبر بس فعلياً المنظمة من أكثر الشغلات اللي أنا بحبهم إنها بتدعم البحث اللي بأكد إنه قلة أو يعني الصعوبات اللي بتوجيه المرأة بأنها تشارك في مجالات معينة بتخسرنا كثير اقتصادياً عمسوا اقتصاد دول كاملة مثلاً إحدى الورشات اللي شاركنا فيها حكتلنا كيف إنه لو زدنا نسبة للنساء اللي عندهم وصول للإنترنت يعني شابك النت بيتلفوناتهم وبأجهزة موجودة عندهم بالبيت اقتصاد الدول النامية فوق البيت دولة عالمياً ممكن إنهم يربحوا سنوياً ما لا يقل عن 18 بليون كالدول مجتمع فالدراسات زي هيك هي اللي بتشجع عليها المنظمة وبتحيب اللي ناس تعرفها على أساس الأشخاص اللي مآمنين في مشموعة هاي المبادئ وبتمكين المرأة تكون الكيس تابعتهم أول لأنها مبنية على أبحاث مبنية على أرقام في بطل الموضوع مجرد وجهة نظر أو قصص نجاح فردية والبروغرام هو مفتوح لجميع الأشخاص المهتمين وكتير بيهدون الطلاب يقدموا عليه أكتر بفضل الشخص يكون فاعل بمنظمة بس نفس الوقت إذا هو في جامعة مثلاً هو فاعل فيها أو عنده فكرة أو عنده قد نشطة بقدر يقدم عليها كمان وهي بيتيح لأن أول إشي قبل بسنة من ما يفتح نفس الكونفرنس بتقدر تدرب أونلاين بتاخد ستدي كيسز مختلف بسير عندك فهم أعمق عن التطبيق العام للمبادل اللي نفس المؤسسة بتآمن فيها زائد إنه بتشبك ما أكثر من 300 شخص حول العالم بيشتغلوا في نفس المجال وعندهم نفس المبادل وبعد بسنة لما يجوا قد الكونفرنس بسحل لك تحضر أول إشي زي ما زي ما تذكرت فيه مجموع شخصيات كبيرة بتيجى عليهم بتقدر تتفعل معها بتقدر تحكي معاهم إذا في عندهم فرص متاحة بتقدر تشبك معاها كمان وبنهاية الكونفرنس انت الجزء من شركة عالمية بتقدر تساعدوا بعض إذا عندكم أفكار لمشاريع بتقدر تقدموا على دعم أقل دعم قدمته من دلبلة المشاريع كان بلش من 4000 وطالع فهي مبادل مستاهل للأشخاص خصوصاً اللي ما عندهم بيس أخرى حالياً سريعاً بتنسمع من ياسمين ما هي الأمور والتحديات وبرجع بحكي التحديات والتحديات والتحديات اللي شوزيها متشابهة أو مختلفة اللي دوم النساء عمواجه بمختلف مناطق العالم خصطاً بكونفرنس كبير عم بضم هالم مجموعة الكبيرة شكراً عن مشاركة لحتى في بعض الدول غير مشاركة في مدران سعودية ما شفنا أي حدا مشاركة بها أو حتى دول الخليج ما شفنا أي حدا مشاركة بها ما شفنا أي حدا مشاركة بس شو كانت التحديات اللي حسرتها مشتركة التحديات كانت شكراً بشكل عام غالبين تحديات الظقافات المتحدة كانت متبكين بلغة الإنجليزية بعض الناس كانوا مجموعة بس ما يدريتهم بايش عم تسير حواليها خاصة انت تتككي عن 65 دولة بالعالم تتككي الظقافات مختلفة فأحيانا كانت لغة عاقلة وحيد بس بشكل عام كانت مسحلة لأنهم أصلاً كانوا جايبين كذا لكن كتحدي حقيقي بيتواجه المرأة على سبيل المثال المرأة في بعض المناطق ما بيكون إلها حق التعليم كالرجل أو يفضل الرجل عن المرأة في التعليم العالي هل لمستي هذا الأمر في بلاد أخرى أيضاً مثلاً موجود لأن احنا موجود عنا إذا ابني بدي سير دكتور وابنتي بدي سير مهندسة ببدي أبني إذا بنتي بدي تطلع على العمان عشان تدرس محامية لأنه حواليه ما في جامعة ما بودي أعلاو أدرس أي إشو أدرس إدب إكليزي شو هي التحديات تنسي للغة أنا بحكي تحدي مرأة أمام مرأة والمجتمع أمام مجتمع الأردن بلاد المشاركة كانت أكيد هي المشاكل السياسي تحديات موجودة من أكاية إمارة نحن نواجب عنا أكيد أنه غير متاحل للتعليم بعض النساء كانت غير متاحل للتعليم كانوا جايين فقط حتى في جبت أنا صبايا من الهند هم جايين هم دافعية لهم دراس نحن جايين بس نحضر حتى نحصل على تطلع شبت كمان أثناء حتى أنا أثناء بمسالة نحن نجمع في موربيس بعض الدول الإنمامية مثل الهند كانوا الأشخاص بس كانوا يشاركوا بمؤدران كانوا تنبضهم هؤلاء السياسية فهو ما لكم التحديات الملقى بشكل عام في المجتمع تبتحكي عن مؤتمر العالمي واجبت هاي الصعبات من بالك أكيد التحديات الملقى أكبرهم بجوز إنه في كتير مشاركات ومشاركين لأن المؤتمر مش حكى على المرأة ما أكلهم يحصلوا بيزة أنهم يسافروا معه ولكل مؤسس حاولت كتير ففي مشاركة أنا ما عم بحكي برجو برجا باول أنا ما عم بحكي عن تحدي مؤتمر أنا عم بحكي عن تحدي مرأة في المجتمع يعني عم بحكي على قطاع التعليم على قطاع التمكين على طلق قطاع البراسة يعني إختي كيف يعني إحنا رحنا ما هي تحديات المرأة بالشكل العام؟ أنا لا أفهم عليك لكن هاي المؤتمر اللي صار فيه هو عبارة عن حالة مصغرة عن مشكلة الموبيلتي اللي هي مشكلة عالمية نفس المرأة زي هاي بيكون في عندها فكرة حابة تطرحها في دولة أخرى ظروف السياسي ببلتها بتناهم هاي كانت حالة مصغرة عن مشكلة أكبر منتشرة شغلات التانية أول إشي البحث والتطوير في مجال تمكين المرأة الاستخراج أرقام وحقائق ثابتة مش فكرة منتشرة في جميع الدول أو جميع المؤسسات ففي كتير ناس فكروا إنه مجرد يعني بي آر إشيو أو يعني سي اس آر هم حابين يعملوا عشان يعمل حملة لتمكين المرأة بس هي لا تنم عن أهداف فعلية رح تطبق بعد نهاية هاي الحملة فهي شغلات كمان تم النقاش فيها تمام فضلي التكلفة المادية التكلفة المادية بشكل عام هي أكيد المبالغ المادية هي مشكلة تحتبر أكيد هاي عقبة أساسية لكل فتيات سواء كان في الأردن أو بلاد ثانية والتعليم أكيد حتى كمان البطالة كان هذا جزء مهم جدا بالكونفرنس يحكي عنه جوستين تريد أن المرأة لازم نحاول نساعدها في إيجاد فرص عمل إليها وتوظيفها هل بتعتقد اليوم زي ما كنا منحكي من بداية الملتقى أنه اليوم واحدة من تحديات المرأة بشكل عام بالعمل إنه هي ما بتاخد فرص متعادلة مع الرجل وأحياناً يتم التفضيل تفضيل وليس تفضيل قدرات نحن بالنسبة لوجودنا في المؤتمر كندا كان صراحة الكل على مستوى هاي لبل يمكن هذا الأشياء موجود في الدول العربية لكن أثناء الأشخاص القابلتهم في كندا أو الدول المتقدمة كان الكل سواء مرأة أو حتى كان المؤتمر سامح للناس من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركوا فيه فكان يعني حتى النساء الحوامل حتى اللي عندهم بابي لمدة عمارهم شهر واحد كانوا موجودين فكانوا يدعم المرأة بجميع النواحية أما ما حسيت أنه فيه تمييز أو مفارقة بشكل عام لا لا بشكل عام بشكل عام أكيد موجود بالتأكيد اليوم أنت بمهنتك بعملك بمجالك بتحسي أنه هناك مفارقة يعني تفريق أو فرق أو الناس بتصير في عندها يعني حكم عليك فقط لأنك امرأة ولا بتحسي أنه لا إحنا وصلنا لمكان ربما بالأردن صار في عنا فهم أكبر لقدرات الشخص أكبر من أنه تمييزه على بالأردن يعني وصلنا لمرحلة جدا متميزة حتى أنا كنت هاكلان هم وأنا بالمؤتمر يمكن أواجه مشكلة إن أشبدي أشرح على الأردن يمكن الناس ما بتسمع عنها خاصة أكيد إحنا بس كنا بالكومفرنس بحكي لك 165 دولة بالعالم أسماء دول ما بنسمع عنهم فاتفاجأت أنا بالكومفرنس ناس سألونا على الملكيرانيا في شخص كوري سألني على الأميرة علي عشان الفيفة بالنسبة للمبريات في كمان ناس سألونا عن وادرم إنه مثل الفيلم على الدين اللي تم تصوير منه في وادرم الحمدلله في الأردن بشكل عام الناس عارفين عنها أنتو كمان صرتوا سفراء جدد للأردن ديانا أنت بعاطك الأخيرة لأنه دقيقتين فبدي أعطي المجال إذا في حدا بحب يسأل سؤال أنت بعاطك بعد ما عدتي شو حسيت صار في عندك مسئولية جديدة صار في عندك ربما ورؤية جديدة لأشياء كنت بتعمليها أول إشي بحس المسئولية أكيد صارت أكبر على أشخاص زي زي يسمين والمشاركات الآخرين لأنه إحنا حابين أول إشي ناس أكتر إنها تشارك تعرف إنه هالفرصة موجودة لأنه بشعر إنه المشكلة كانت مش بس بقلة عد المشاركة بس إنه في ناس ما كانت تعرف إنه قصة هالفرصة متاحة وهي موجودة هذا مؤشر إنه الواقع ممكن يكون مختلف جدا للأشخاص الموجودين بالنشمع الأردني هي ممكن في أمعينة تعرف عن هالفرص في أتاني ما تعرف عنها ناس تعرف بس ما تعرف كيف تقدم فهي إحدى الشغلات اللي بحب إنه إحنا نغيرها وننشر إنه هالفرصة موجودة اللي بحب إقدر يقدم عليها شكرا جزيلا لوجودكم معانا صبايا ومبسطين فيكم مساعدين فيكم الله يوفقكم دائما ودائما نحن جميعا سفراء بلادنا سفراء الإيمانات اللي منعيش فيها سفراء ثقافتنا فإن شاء الله يا ربي نكون اليوم قدمنا وجبة يعني دسمة ربما وخفيفة بنفس الوقت بما أنكم بابلشتوا معانا من الصبح للمساء فبتكون يعني فطور إيش سناك لنش تمام شكرا ياسمينو شكرا ديانا وأهلا وسهلا فيكم شكرا للكم